السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و سامودي هاد نهار ان شاء الله غن نتقدموح الحلقة ديال الفرق ما بين الأرانب البلدية والرومية والكروازية يعني كين واحد منو اسميسو الأرانب الكروازية يعني الارانب البلدية بينها من الحجم دياله يعني و ما عندهمش سلالات يعني عايشين في الخلاق عايشين في الجبل جابوهم الناس و عربوهم صاف يسموهم اراني ببلدية هما الخاصية ديالهم انهم ما كيكبروش بزاف ما كيعطوش اللحم بزاف ولكن الجودة ديالهم يعني كما نقولو مثلا الدجاج الرومي مع الدجاج البلدي يعني هما صحيين اكتر علاش لان ما كيوكلوهمش الناس يعني يعني ما كيوكلوهمش السكارين و ما كيعطوهمش الدوال اغلبية غير مخلينو مشي حفرة كييكلو من يعني الدراع كييكلو الزراع كييكلو اي حاجة كزطيها لهم يعني كينتقى دياله ان البلدي باش كيمتازو يعني مخد ديالهم مش الدواء كيصبرو يعني بالنسبة للرومي الله بود ما تديرلو يعني الادوية ويكون عايش في ليكاج بحال هكا بحال الكييجان اللي عندي انتم مكتشوفوا هرا عندي الليكاج انتم ما بالنسبة للتساؤلات اللي بزاف طرحة اللي عليا في الكومنتير وهو اسمه هو بشاج يعني عفوا الارنب الكروازي الارنب الكروازيش حال موحد في السوق كيتخدع فيه كيصحبو رومي وهو ماشي رومي لانا كيشبه الرومي ولكن ماشي رومي تاوه ما كيكبرش ضغيرة ما كيعطيش الوزن يعني هو احسن من يعني احنا للمشينا بالدراجات نقوله البلدي تابعوا الكروازي يعني على حساب الحجم تابعوا الرومي الرومي هذا كيعطي الوزن ضغي ضغي يعني غيكة تولد الانثى الشهر الاول في الفيطان صافي كتتحس بلي عندك ارنب ممكن انك تسافد منه اما اذا خليتي شهرين ونطل شهر كيولي تبارك الله قداش اما بالنسبة الناس اللي كي تساؤلو اسمه هو الكروازي الكروازي هو خالات مبيل البلدي والرومي يعني منين يعني تزاوجه تزاوج تزاوج البلدي مع الرومي منكي تزاوج البلدي مع الرومي اسمه كيعطينا كروازي الكروازي هو خالات مبيل الرومي والبلدي ولكن الديفو ديالو انه توو ما كيكبرش بزاف مشي بحاله بحال الرومي لا هو فيتش شوية البلدي يعني ممكن انه في شهر واحد يعني بعد الفيطان مثلا نقوله الرومي شحر غادي يقدر يكون فيه الى كان الامور غاديه طبيعية ممكن انكم تلقوا سبعمائة 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 وخمسين جرام يعني شهر واحد مزيان مزيان إلا إلا قلتوا سبعمائة وخمسين جرام مره مزيان يعني غادي 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 زيد شوية غادي شهر ولا شهرين عفوا شهرين ولا طلل شهر غادي ولي صافي بيع مع راسق بوجك حمر أما بالنسبة للبلدي احنا نمشوه بالترتيب بالنسبة الكروازي اللي هو مختالط وهو أنه غادي تلقوا الوزن دياله من بعد الفيطان يعني من بعد شهر يعني ثلاثين يوم ولا خمسة وثلاثين يوم غادي تلقوا فيه في عوض سبعمائة وخمسين جرام غادي تلقوا فيه مثلا خمسمائة جرام يعني هذيك مئة ومئة 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 وخمسين جرام مرا هاكا تفرق لينها مشي تشوفوا في الحبة يعني كتشوفوا في القاطع كامل يعني الناس اللي عندهم تربيت الأرني براهم معارفين ليش كان هذا كان هذا كمية أما بالنسبة البلدي هذكرا بعد الفيطان ممكن أنكم تلقوا فيه اربعمائة جرام اربعمائة جرام أو كلث مئة وخمسين جرام يعني كيكون بقي عاد صغير ورمام مصالح البيع مصالح الذبيحة مصالح الوالو قاع علش الناس كيمشو ديرو الرومي لأنها كيكبر ضغياء هذا هو الفرق بين هاتهم أنا أغاد الحلقة بغيت يعني نحضر الناس ما بين الكروازي والرومي لأن الناس اللي كيبيعو الأراني بالكروازية على أنهم رومية يعني كيخليو يكبر واحد شوية وكيقول لك هذا رها رومي أو كيبو يعوث أنه كيخدعوه كيقول لك بيلا رها بلدي لأنه شار كبينتهم يعني مشي السولالات اللي معروفة شانشيلا، بابيون، الكاليفورني، النيوزيلاندي يعني الحويج اللي متعارف عليها يعني قاعد المربين را عندهم تجربة في هذا الشي راهم عارفين اسمه هو البابيون، عارف اسمه شانشيلا، وعارفين الكاليفورني ونيوزيلاندي المهم هادو هادو النوع من الأرانيب راهم كروازيين راهم تقريبا ما بين البلدي أو الرومي يعني ما تخدعوش فيهم، منين تشوفوا شي شكل غريب عليكم عارفوه باللي را هادك را ماشي هو كيكون كبير شوية في الحجم يعني كبر من البلدي ولكن منين كتشوفوه كتقولوا باللي هادا را ماشي رومي كتسول الباقي كيقول لك لا هذا را رومي هو اللا را ممكن أنه يكون الأب دياله رومي أو الأم دياله رومية ولكن مزوج ببب، يعني تزاوج حدث مع بلدي أو بلدية يعني إما أنثى أو ذكر، يعني ممكن أنكم تخلطوا يخرجوا لكم كروازي هاد الكروازي؟ هدا هذا الكروازي، غير تهوا داير بحال هو بحال الشكل ديالرومي، تهوا لم يحتاج تربية الأرضي لا، تهوا يتربين على إليكاج يعني البلدي في الحقيقة هو اللي بوحده ممكن انه يتربى يعني البلدي ما يتربىش في فليكاج كي اللي كيديرو فليكاج ولكن هو كي يحب يعني انه يكون على الارض والدواء وخامت ديرو لش دواء يعني الامراض ديالو مشي بحل الرومي او الكروازي لا البلدي راكتم يعني وخات تعطيها يعني الخضراء ولا تعطيها شي حاجة يعني غير الحواج اللي كاتشيك عليكم راكي كي يصبر اما الرومي والكروازي هادو لا هادو خصهم عناية وخصهم مكلام زيان لان الحجم ديالهم كيكبر دغية يعني خصهم يأكلوا مني كي يقولي ويأكلوا بزاف كيقولي المربي يعني عندو مشروع يعني هذا كيقولاني مشروع يعني كان صرف ولكن كيكبروا دغية دغية يعني غادي ينفعوني من بعد اما بالنسبة لهذا الكروازي انا الحلقة خاصة بالكروازي بقد نديرها على الكروازي على الكروازي من الاحسن ما تديروش لانه هو كي يأكلتا هو بزاف يعني كيحتاجتا هو الاقفاص يعني تشريوله الاقفاص ولكن في نفس الوقت تسمو انه ما كيكبرش بزاف ما كيعتاش الوزن بزاف يعني ماشي مربح بحال الرومي الرومي 100% هادا كيلمشتا تصرفتو مع شي خلف زينة ويعني الام زيانة كتحتن بالصغار ديالها ويعطيني الذكارته هو فحل وعندكم كتنقياه المسائل المريقلة هادا كيكون مشروع ناجح مئة بالمئة انه دغية دغية الصغار كيكبرو كتبليو كتبيعو وكتعودو تبيعو اما البلدي يعني الى تقتصنا واحد ستشغر بحرية الله تبيعو بسبعين درهم ولا في شوش كيلو مثلا ستشغر في شوش كيلو اغلبية الناس هنا كيبيعو البلدي بسبعين درهم خمسين درهم هادا وجه ديالو لانه هو اصلا مكيكبرش مكيعتاش الوزن وخاتخلي عندك بزاف ما غاديش عطي الوزن خلافا على البلدي عفونا الرومي الرومي إلا مشيت تخليتي عندك قداش مما تخلي عندك هو كيتزاد في الحجم وكيتزاد في الوجن ممكن انك تبقى تسمينه تعطيه مزيان الماكلة يقول لي عطيك الميزان ما البلدي عطيه الماكلة بزاف كيبقى يعني في مكيتزاد في الطول يعني عنده واحد الحجم يعني بسيط يعني نقوله بها هادا عنده عنده ثلاث شهور ممكن انه هادا هادا برومي شانشيلا ممكن انه يعني لكان في البلدي هادا تكون عنده مثلا ست شهور يعني ارى الضوبل دي المدة واذك الضوبل دي المدة ارى يعني المربرة كي كي يقول لي عيان بالتربية يعني يومين 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 وما كانش مكنش مدخول مش بحال الى ثلاث شهور صافي كتبه الى ثلاث شهور اخرى ارى يعني مدة مهمة تشورها بزاف فيها المصارف دي الاكل فيها يعني المراقبة فيها بزاف دي الحويش اذا الحلقة دي نرى سهلات الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا حلقة مهمة ومهمة بزاف دي الارنب الكروازي يعني المختارة ما بين الرومي والبلدي اذا اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا كان شكركم على التعاليق طيبة ديالكم وانا ارى الايشارة على جميع الاستفسارات ديالكم نلاحظوا أنا أنا كان جاوب بشكل يومي وتالفيديوهات راني كان دولكم بشكل يومي يعني هذا اللي اللي قدرت عليه راني كان ديره المجهود اللي قدرت عليه راني كان ديره كان حاول نوصل المعلومات للناس يعني البوسطة الحمد لله كلنا بوسطة ناس الميزل مش شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زير جام باش تسندونا تنزيل القدام إن شاء الله وتكيو على زير الجرس باش يصلكوا جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة